تتوقع سلطة التركية خلال 2020 توسعاً للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر إلى مجالات عدة حيث أشار السفير التركي بالجزائر خلال حوار أجراه مع الشروق نيوز أشار إلى أهمية إلغاء القاعدة الاستثمارية 51-49% ما سيساهم حسبه في تحسين مناقل أعمال في السوق الجزائرية وكشف السفير التركي في ذات السياق أن بلاده من أهم البلدان المستثمرة بالجزائر برقم أعمال يتجاوز 3 مليار دولار أعرفت العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية خلال السنوات الماضية لكن وبعد الزيارة التي قادت وزير الخارجية التركي للجزائر الأسبوع الماضي حملت طابعاً مختلفاً عما سبق ما يؤشر على تطور في الأفق للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ترجمة نانسي قنقر